السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلامي موجه للي تهمون الشيعة بالعمالة وأن الشيعة عملاء عبر التأريخ وأن الشيعة في سالف الأزمان تعاون مع المهول الطوسي تعامل مع المهول وتآمر على المسلمين وابن العلقمي عميل المهول وتآمر على المسلمين وتسبب في سقوط الدولة العباسية مثل ما يقولون المؤرخين جماعة ابن تيمية جيد لو تنزلنا جدلا بأن ابن العلقمي والطوسي فعلا كانوا عملاء للمهول وما نتنزل لو تنزلنا بأنهم فعلا كانوا عملاء للمهول لكن الطوسي وابن العلقمي ماتوا قبل أكثر من 700 سنة ماتوا قبل أكثر من 700 سنة فهل يعقل يا ابن تيمية ويا جماعة ابن تيمية أن يحكم على كل الشيعة بأنهم عملاء الكفار وبالتالي يجب قتلهم ويباحت دماؤهم وأموالهم وأعراضهم والسبب شنو؟ والله أكو شخص شيعي مات قبل أكثر من 700 سنة ومتهم بالعمالة فلازم كلكم تكونوا عملاء وبالتالي كلكم تقتلون بالله مو عب عليكم أما أنتم فيجوز لكم تتحالفون بين قوسين مع الكفار والأميركان وقوى الاحتلال وقت المصلحة تعاونكم مع الكفار ما بي أي إشكال بس الشيعي إذا أراد يخلص الناس المساكين من بطش المحتلين وأجرامهم وتعاون مع الاحتلال فلازم ينقتل كل شيعي باعتباره عميل صدق إذا قال ابو المثل رمتني بدائها وانسلت رمتني بدائها وانسلت